يشرفني اليوم أن نقدم أوراق اعتماد إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون مما يمثل إقامة رسمية كسفير في الجزائر تتمتع كينيا والجزائر بعلاقات ودية متجذرة تمتد منذ عام 1963 وكانت الجزائر دور كبير في دعم جهود الاستقلال الحر في كينيا ونحن ممتنون حقا لذلك الدعم لأنه بفضل الجزائر استطاعت كينيا الحصول على استقلالها ومنذ ذلك الحين تمكننا من إقامة علاقات جيدة جدا لقد عملنا مع الجزائر في العديد من المجالات في مجال الطاقة ومجال التعليم وفي مجال زراعة وصيدلة أيضا واعتقد أنه خلال مدة إقامة هنا بالجزائر سنكون قادرين على تعزيز علاقاتنا أكثر في تلك المجالات زيادة على مجال التجارة بين البلدين واعتقد أنه خلال مدة إقامة كسفير هنا يجب أن نتمكن من شاء لجنة مشتركة للتعاون بين كينيا والجزائر والتي ستفتح لنا الكثير من أفاق التعاون المشترك لذلك أنا سعيد بوجودي هنا إنه بلد جميل ونتطلع للعمل مع شعب وحكومة الجزائر لتعزيز علاقات الأخوة بين البلدين بالتعزيز علاقات الأخوة بين البلدين